من المعروف أن المخ هو المسؤول عن عمل جميع عضاء الجسم بما في ذلك التنفس وتنظيم إفراز الهرومونات ودقات القلب والتحكم في العضلات والتفكير والعواطف وغيرها من وظائف الجسم نسعى جميعا إلى إراحة أدمغتنا بين الحين والآخر بالنوم لساعات إضافية أو مشاهدة بعض البرامج التلفزيونية التي لا معنى لها لكن بعض الخيارات في نمط الحياة من شأنها أن تهدد صحة الدماغ بشكل كبير سنتعرف في هذا الفيديو على عشر عادات نقوم بها بصفة يومية من شأنها أن تتسبب في تدمير المخ وتعرقله عن أداء مهامه بالطريقة المثلة ولكن قبل ذلك لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك في القناة أولا عدم تناول وجبة الإفطار إن وجبة الإفطار هي أهم وجبة خلال اليوم فبدونها لن يعمل المخ بالطريقة السليمة وإذا تكرر ذلك يوما بعد يوم فسوف يقل مستوى الحرق في الجسم وسيقوم الجسم بإيقاف بعض وظائفه مؤقتا فبحسب الدراسات يعمل المخ بكل طاقته حين تتم تغذيته بصفة يومية كل صباح اختلفت الأقاويل والأبحاث في هذا الشأن إلا أن ما لم تختلف عليه الآراء هو أن التعرض لمجال كهرومغناطيسي ومستوى معين من الإشعاء لمدة طويلة ضر جدا بالمخ لذا من الأفضل تقليل فترات استخدام الهواتف الذكية قدر الإمكان وعدم إبقائها بالقرب من الرأس أثناء النوم كما ربطت بعض الدراسات الأخرى بين الإصابة بالصداع وظهور بعض أنواع السرطان وبين التعرض المفرد للإشعاء ثالثا التدخين هناك الكثير من الأبحاث التي أجريت بشأن الآثار الضارة للتدخين لذلك نحن نفهم هذه العلاقة جيدا ومن الواضح أن التدخين يضر بأخشية الخلايا العصبية في مناطق الدماغ المسؤولة عن التوازن والتنصيق والمهارة الحركية الدقيقة كما أنه يضعف القشرة المخية التي تحدث فيها عمليات اللغة والذاكرة والإدراك وفقا لذلك يعد الإقلاع عن التدخين مهما لصحتك ويمكن أن يساعد دماغك أيضا وقد توصل الباحثون إلى أن الإقلاع عن التدخين يساهم في إعادة بعض السماك المفقودة من القشرة المخية ومع ذلك فإن المدخينين السابقين الذين أقلعوا عن التدخين لأكثر من 25 عاما لديهم قشرة دماغية أرق من أولئك الذين لم يدخنوا أبدا رابعا الإفراط في استهلاك السكر أجسادنا وأدمغتنا تحتاج إلى السكر لضمان أداء وظائفها لكن وجباتنا الغذائية الحديثة تحتوي على الكثير من السكر وعندما نتناول الكثير منه بشكل غير منتظم فإن خلايا الدماغ تصبح في حالة التهاب مزمن ويؤثر ذلك في قدرة جسمك على امتصاص العناصر الغذائية المهمة من الطعام فيبدأ في تجويع الدماغ وحرمانه مما يحتاج إليه لعملية الإدراك المثلة وفي نهاية المطاف ستكون معرضا لخطر الإصابة بالخرف خامسا الضغط النفسي الإجهاد المزمن يؤثر سلبا على الجسم فعندما يكون نمط حياتك قائما على الإجهاد المزمن يتراكم هرمون الكورتيزول في الدماغ ويسبب أضرارا دائما ولا يقتصر الضرر على قتل خلايا الدماغ فحسب بل يتسبب في تقلص حجمه أيضا وعندما يؤثر الإجهاد على قشرة الفص الجبهي تصبح قدرتك على التعلم والتذكر مضطربة لذلك فإن من الضروري أن تجد وسيلة للإسترخاء قبل فوات الأوان سادسا عدم الحصول على ساعات نوم كافية في كثير من الأيام لا نحصل على ساعات النوم الكافية والتي تختلف وفقا للمرحلة العمرية وهذا للأسف من شأنه أن يؤثر سلبا على صحة الدماغ حيث وجدت الدراسات العلمية أن قلة ساعات النوم قد ترفع خطر الإصابة بالخرف والزهايما هذه العلاقة ما بين قلة النوم وإلحاق الضرر في الدماغ تعود إلى عدم وجود الوقت الكافي للجسم للتخلص من السموم التي تتراكم في الدماغ خلال اليوم هذا بدوره يؤكد على أهمية الخصول على ساعات نوم كافية يوميا وتجنب تلك الأمور التي قد تؤثر على النوم مثل الكحول والكافيين سابعا تناول كثير من الملح إن تناول كميات عالية من الملح من شأنها أن ترفع من مستويات تغطى الدم لديك والتي بدورها قد تؤثر على القدرات المعرفية والإدراكية في الدماغ وترفع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية الجدير بالذكر أن الإصابة بالسكتة الدماغية يرتبط مع مضاعفات خطيرة تصيب الدماغ ثامنا شرب كثير من القهوة فقد وجدت دراسة أسترولية أجريت على ما يقارب من 400 ألف شخص أن أولئك الذين أبلغوا عن شرب أكثر من 6 فناجين من القهوة يوميا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 53% وحجم دماغ أصغر من الأشخاص الذين يشربون كميات أقل لكن إذا كنت تحب القهوة فهذا لا يعني أنه يجب عليك الامتناع عنها فقد ارتبط استهلاك القهوة المعتدل بالعديد من الفوائد الصحية بما في ذلك انخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والعديد من أنواع السرطان ومرض الزهايمر وباركسون 9- الوحدة وقلة النشاطات الاجتماعية هل فكرت يوما بأن هذه النشاطات الاجتماعية التي تقوم بها قد يكون لها تأثير إيجابي على صحة دماغك بشكل عام يعد الإنسان اجتماعي بطبيعته وبالتالي أولئك الأشخاص الذين يملكون أصدقاء حقيقيين ومحيط اجتماعي مقرب يكونون أكثر سعادة وإنتاجية بدورها تعمل الوحدة بشكل معاكس فالوحدة من شأنها أن تزيد من مستويات التوتر والقلق وكل الهرمونات المرتبطة بها الأمر الذي من شأنه أن يرفع من خطر الإصابة بالزهايمر أيضا 10- الجفاف أجسادنا تتكون من 70% من المياه لذلك يعد الماء عنصرا مهما للغاية لكل وظيفة جسدية بما في ذلك وظائف الدماغ ويؤثر الجفاف على عقلك بسرعة فائقة حيث يؤكد الباحثون أنه إذا أنضيت ساعتين في ممارس التمارين الشقة دون شرب الماء يمكن أن يسبب ذلك تظهورا إذراكيا كما بيّنت الدراسات أن الجفاف يؤثر على بعض الوظائف مثل حل المشكلات المعقدة والتنسيق والتركيز حاول أن تشرب باستمرار طوال اليوم للحفاظ على مستويات ثابتة من الماء في جسمك ودماغك إلى هنا أعزائي متابعي قناة تاج الصحة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو إذا أعجبكم تريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتواصل بالفيديو القادم نلتقي في فيديو جديد وإلى اللقاء اشتركوا في القناة